لا تغير في أوضاع مئات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا بل إن الانتهاكات في حق الأسرة تزداد عاماً بعد آخر نادي الأسير الفلسطيني كشف عن معطيات شاملاتهم قضية الأسرة أزيد من سبعة آلاف هو عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بينهم أكثر من أربعمائة طفل وسبعون امرأة الأسرة الذين يتوزعون في 22 سجناً ومركز توقيف يعيشون في أوضاع مزرية أوضاع تتمثل في ممارسة التعذيب والإهمال الطبية والمحاكمات غير العادلة فيما يوجد عشرات آخرون بدون محاكمة ممارسات تعني وفق مسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية بمثابة جرائم يمارسوا الاحتلال الإسرائيلي في حق مئات الأسرة جرائم لا يسلم منها الأطفال والنساء ودفعت هذه المعطيات منظمات فلسطينية إلى التنديد بالأوضاع المزرية لمئات الفلسطينيين ودعت أصوات فلسطينية إلى ضرورة تفعيل القضية الأسرة في كافة المحافل الدولية من أجل إطلاق صراحهم من سجون الاحتلال كما أكدت فعالية حقوقية على ضرورة ملاحقة مرتكب الانتهاكات في المؤسسات والمحافل الدولية وفق ما ينص عليه القانون الدولي وبعيدا عن هذه المناشدات يواجه الأسرة الفلسطينيون الممارسة الإسرائيلية بتنفيذ أشكال نظالية من بينها خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام أملا في نيل الحرية والانعتاق